أعلن الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في إيثوبيا وأصدر مكتب الاتحاد الأوروبي لدى إيثوبيا يوم أمس بيانا بمناسبة اليوم الأوروبي الذي يتم احتفاله سنويا في التاسع من شهر مايو ومعلوم أنه مر على هذا الاحتفال 72 سنة منذ بدايته لتأسيس الاتحاد الأوروبي وفي البرنامج تم تقديم أفكار حول تعاون الاتحاد مع إيثوبيا والاتحاد الإفريقي وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى إيثوبيا السفير رولاند كوبيا إن الاتحاد لديه علاقة استراتيجية قوية مع إيثوبيا حاليا كما بيّن أن الاتحاد على تعاون مع إيثوبيا في مجالات الأمن والسلام والتجارة والتعليم وغيرها من القطاعات وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وإيثوبيا لديهما شراكة تجارية قوية قائلا إن 20% من صادرات إيثوبيا ترسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجملا قال السفير رولاند كوبيا أن العلاقة موجودة بين إيثوبيا والاتحاد الأوروبي علاقة استراتيجية كما ذكر السفير أن هذا يظهر التزام الاتحاد للعمل مع إيثوبيا عن قسب إيثيوبيا والاتحاد الأوروبي لديهما علاقة طويلة الأمد لقد كنا أصدقاء قوية لعدة قرون علاقتنا ليست عميقة وتاريخية فحسب بل تنمو أيضا لتصبح شراكة استراتيجية ونتجة لذلك فإن صداقة استراتيجية ولا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية مع العديد من الدول مثل إيثيوبيا وهذا له معاني كثيرة ويدل على رغبة الاتحاد الأوروبي في العمل مع إيثيوبيا ومساعدتها والتعاون معها وتابع السفير إن الأهداف الرئيسية لتأسيس الاتحاد الأوروبي هو ضمان السلام كما أشار إلى أن الاتحاد يشجع الجهود المذولة لإحلال السلام وأعرب السفير أيضا عن أمله في أن الحوار الوطني الذي سيتم إجراؤه في إيثيوبيا سيلعب دورا مهما في بمان سلام دائم في البلاد مؤكدا إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالمساعدة لنجاح الحوار الوطني نحن ندعم عملية الحوار الوطني ونتوقع أنه يجب طرح أفكار مختلفة وفي هذا الصدد يتم دعم الحوار الوطني بمبادرة ونأمل أن يتم ذلك بسرعة وكفاءة ولدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء الاتحاد الأوروبي وأصحاب المصلحة الآخرون همة في دعم هذا الحوار في الواقع هذه العملية مسألة تخص الأثيوبيين ونحن نحترم ذلك أيضا أنتم الأثيوبيون أهل لذلك لكننا على استعداد لتقديم المشورة والخبرة وتبادلها والدعم المالي لأننا نعتقد أن هذه الطريقة الوحيدة للخروج من الصراع ومن جانبه قال مبعوث الاتحاد الأوروبي بالاتحاد الأفريقي باتريك دوبونت إن الاتحاد الأوروبي يعمل لإيجاد الأمن والاستقرار في إفريقيا كما يعمل لإيجاد العملية السياسية المستقرة وبين المبعوث إن الاتحاد يعمل لدعم التكامل الاقتصادي والتعاون في جوانب مختلفة في القارة الإفريقية نحن كاتحاد أوروبي سنكون بمساعدة مفوضية وأعضاء الاتحاد الأفريقي وهذا الدعم يركز خاصة على علاقة الاقتصادية وجوانب مختلفة وسوف ينمو هذا تدريجيا ليصبح حالفا سياسيا ترجمة نانسي قنقر